هناك أشياء بسيطة جداً في حياتنا ولكن قد تتسبب بمشاكل كثيرة إذا لم نقم بها من أهم هذه الأشياء أخي الحبيب هناك أشياء ينبغي أن تخفيها والإسلام أمرنا بذلك لماذا؟ لأن الإنسان لا يستطيع أن يحدث بكل شيء النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع فهناك أشياء ينبغي أن تحتفظ بها لنفسك حرصاً عليك ولتتجنب المشاكل أول سر ينبغي أن تحتفظ به لنفسك ما يتعلق بين الزوجين الأسرار الزوجية إذن أول هذه الأسرار وأهمها الأسرار الزوجية ما يحدث في بيتك إياك أن تخرجه للعلن لماذا أخي الحبيب؟ لأن المشاكل بين الرجل والمرأة كثيرة جداً وتستطيع أن تنهيها داخل بيتك ولكن بمجرد أن خرجت خارج البيت أنت فقدت السيطرة عليها ما دامت هذه المشكلة داخل البيت أنت تستطيع أن تتحكم بها وتسيطر عليها خرجت خارج البيت هنا يبدأ عمل الشيطان يأتيك شخص من أقربائك أو من أهلك يوسوس لك مثل الشيطان ضد زوجتك لا تسكت افعل كذا إلى آخره يحرضك عليها والزوجة كذلك يأتيها إنسان سيء أو إنسانة سيئة تحرضها عليها وهنا منطقة عمل الشيطان فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البوح بما يحدث بين الرجل وأهله وهذه القاعدة أخي الحبيب قاعدة عامة لا تقتصر على الأزواج قد تحدث مشكلة بينك وبين أخيك اجعلها في هذه الدائرة المغلقة لا تخرجها لأن الناس غالبا ما تحب الشاب للآخرين نحن الآن لسنا في مجتمع الصحابة ولسنا في مجتمع مثالي كثير من الناس والعياذ بالله هم شياطين من الإنس وشياطين الإنس أسوأ من شياطين الجن لأن شيطان الجن تستطيع أن تقرأ آية الكرسي والمعوذتين وبعض آيات القرآن فينصرف أما شيطان الإنس كيف تصرفه عنك إذن ينبغي أن تحذر أن أي مشكلة تقع بها خاصة في بيتك أغلق عليها وحاول أن تجد حلا لها داخل البيت وبالتالي هذا السر الأول الذي ينبغي عليك أن لا تبوح به لأحد الشيء الثاني أيها الأحبة الصدقة الصدقة هناك نوعين صدقة السر وصدقة العلانية صدقة السر ثوابها أعظم بكثير ومن الخطأ أن تعلن كل ما تتصدق به لا أحيانا الإنسان يضطر أن يحدث الناس بصدقة تصدقها من أجل أن يشجعهم على الصدقة أما الأفضل أن يكتم هذا السر لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صدقة السر تطفئ غضب الرم الصدقة في الخفاء أن تخفي ما تتصدق به لأنك بمجرد أن أعلمت عن هذه الصدقة سيتدخل الشيطان هنا الفقير الذي تصدقت عليه سيؤذى من الكلام وقد يأتي من يوسوس لك ويقولك لماذا تتصدق هذا المال أن أحق به أنت أو أهلك أو كذا أو كذا مع العلم أنك لم تقصر في حق أحد منهم ولكن يأتيك الذي يسميه القرآن منع للخير يأتيك هذا المناع يمنعك من الخير والإنسان يحب أن يمدح بطبيعته يحب الفخر والمدح ويحب أن يمدحه الناس فلكي تتخلص من هذه العقدة وتكون الصدقة خالصة لله تعالى أخفها فإخفاء الصدقة له فوائد كثيرة أهمها أن تتخلص من عقدة المديح وعقدة الشكر والحمد تحب أن تحمد على ما فعلت وقد يقودك هذا إلى الرياء وإبطال الصدقة نفسها وبالتالي صدقة السر تطفئ غضب الرب هذه هي القضية الثانية التي ينبغي أن تراعيها وتحرص عليها أخي الحبيب القضية الثالثة للأسف للأسف الكثير يغفل عنها كثير مننا يشكو ضيق العيش يشكو المرض يشكو الألم يشكو القلة طيب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لسيدنا ابن عباس ألم يقول له إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله إذا لا تشكو لأحد مشاكلك الخاصة المتعلقة بالرزق وغير ذلك أبقها بينك وبين الله هل أنظر أخي الحبيب سيدنا زكريا هذا النبي الكريم الذي حرم نعمة الولد ووهبه الله سيدنا يحيا لم نجعل له من قبل سمية كيف استجاب الله دعاءه ولماذا أصبح هو نبي وابنه نبي إذ نادى ربه نداء ماذا خفية لم يشكو لأحد لم يطلب من أحد بل في آخر الليل وفي الظلام الناس نيام الناس غافلون لم يجد أمامه إلا الله عز وجل فدعاه دعاء خفية فالدعاء الخفي هو من أسرار الاستجابة لما تطلب من الله عز وجل فإذا أخفي مشاكلك ولا تبح بها لأحد لأن الناس حقيقة ما الذي سيقدمونه لك طبعا إلا إذا كان هناك إنسان فيه خير وطلبت منه مساعدة هذا الأمر الله يسخره لك ولكن في البداية أطلب من الله اسأل الله أولا بدلا من أن تذهب وتسأل فلان وفلان وفلان لا اسأل الله ثم انتظر أن يسخر الله لك أحدا من عباده ليحل هذه المشكلة في هذه الحالة أنت هنا زادت ثقتك بالله وتخلصت من الهموم والمشاكل وتخلصت من اليأس وتخلصت من الخذلان لأن العبد بني آدم يخذ البني آدم للأسف ولكن الله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت وهو الذي يستجرب الدعاء القضية الرابعة وهي مهمة جدا للأسف كثير من الشباب فقدها أن يحدث الآخرين بمعاصية اكتم المعصية اعتبر أنك إذا قمت بمعصية اعتبرها سرا بينك وبين الله اكتمها لا تحدث بها أحدا لأن هذه المعصية أخي الحبيب بمجرد أن تحدثت بها ستبدأ سلسلة من المشاكل يعني أنت لا تدري هذا الخبر كيف ينتقل ولمن ينتقل ولمن يصل وبخاصة اليوم يعني على الواتساب ما شاء الله يعني الكلمة تذهب لأناس لا تتصورون وبالتالي احرس أنك إذا سترك الله فلا تفضح نفسك ارتكبت معصية مباشرة إلى الله ارجع إلى الله فورا وهذا أمر من الله أخي الحبيب يعني الله عز وجل يقول عن أولئك المتقين الذين أعد لهم جنات تجريم تحتها نروا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين طيب من هؤلاء المتقون جنة أعدت لهم عرضها السماوات والأرض قال سبحانه وتعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هذه أعمال البر والذين إذا فعلوا ماذا إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم حدثوا الناس لا افتخروا أمام الناس والله أنا تكلمت مع فلان أو عملت كذا أو يفتخر بأكل الربا يفتخر بأنه غش فلان في تجارة وضحك عليه يفتخر أنه أكل مال فلان ويضحك ويعتبر هذا الأمر شطارة منه يعني لا لا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ماذا ذكروا الله إذا مباشرة تلجأ إلى الله تذكر الله فاستغفروا لذنوبهم بينك وبين الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا بينك وبين الله وهم يعلمون ما هي النتيجة جنات تجريم تحتها هذه الصفات المتقين أنه بمجرد أن ارتكب معصية يلجأ إلى الله يستغفر الله يذكر الله يطلب المغفرة وبالتالي ستجد نفسك مطهرا من هذه الذنوب وتتجنب الكثير من المشاكل القضية الأخيرة أخي الحبيب الأحلام المزعجة النبي أمرنا أن لا نحدث بها لأنها لا تضرنا بعض الناس كلما رأى حلم يحدث يحدث ومنها أحلام مزعجة أحلام فيها شر أحلام فيها يعني تشاؤم أحلام فيها أخبار سيئة يعكر حياته وهنا يتدخل الشيطان سبحان الله يعني دائما الشيطان يتدخل له أساليب يدخل منها يتسلل لداخلك ويعبث بك وبالتالي أي حلم تراه في المنام مزعج مسيء لا تحدث به أحدا فورا استعذ بالله من شر هذه الرؤية وسأل الله خيرها واعلم أنها لا تضرك ولا تحدث بها أحدا هذه نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام لذلك النبي أراد أرادنا أن نتحدث بالخير يعني رأيت رؤية مفرحة أحدث بها رؤية فيها تفاؤل فيها بشرى بالنصر بشرى بالفرج بشرى برزق معين بشرى بزيارة الكعبة رؤية أن ترى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام أن ترى أحد الصالحين هناك مبشرات تحدث بها ولكن الرؤية السلبية السيئة من الشيطان وهي لا تضرك فلا تحدث بها وتترك الشيطان يعبث بك وبأفكارك ويوسوس لك ويخوفك من المستقبل فتصبح حياتك تعيسة الأحلام التي تراها إذا كانت بخيفة كابوس مرعب انسها على الفور استعذ بالله من شرها اقرأ المعوذتين حاول أن تنفخ مثلا بالمعوذتين اقرأهما وامسح بهما وجهك إذا كنت تنام على الجانب الأيمن تحول إلى الأيسر والعكس طبعا على الأيسر تحول إلى الأيمن ولا تحدث بها أحدا ويجب أن تعتقد أن هذه الأحلام لا تضرك نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق اشتركوا في القناة